وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق وأن يسددنا في القول والجواب بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها الأخت زهرة من الجزائر من؟ أتفضل يا محمد من الجزائر السلام عليكم يا شيخ كيف حالكم؟ عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ بارك الله فيك عندي سؤال إذا أمكان أتفضل أخي محمد الله يخليك يا شيخ عندي أخي في البيت لديه وسوة شديد يتخذي لعدة أشياء وفترة أخيرة زاد عليه الحال كثيرا حتى يقول لنا أن كل شيء فيه سحر في البيت يغلق على نفسه في غرفته بالأيام ولا يخرج لا يأكل لمدة طاولة تصل إلى خمس أو ست أيام يقى في دورة المياه والحمام لمدة فوق الساعة في هذا الحال هو يرفض رفضا شديدا المعالجة والرقائة الشرعية ماذا يمكن أن نعامل؟ حياك إن شاء الله يا محمد إن شاء الله سؤال ثاني لا يخليك شاء خضر عندي أبي كان حالين وم توفي كان يعمل في الخارج وكان يرسل الأمي مبلغ مالية تضعوها في البنك وكانت أمي تخرج الزكاة بدون علمه طيب يا شيخ نعم فهي تسأل الآن من عملت وخلص ضمتها علمه وإنما توفي ولم يكن يخرج الزكاة هو بالأمي بدون علمه ولم يكن يأمرها بذلك فهل عليه شيء؟ إن شاء الله يا محمد بارك الله فيك يا شيخ آهلا وسهلا عليكم السلام من؟ تفضل يا معبد الله السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يا شيخ في واحدة أو سطنيني أنا أسألك نعم إن هي بتقول إن هي تبرعت بمبلغ لصديقتها عشان تعمل كامل عملية وبالفعل أتبرعت هي في المبلغ ولكن لما راح تكلم الدكتور أصابها العجب يعني كده يعني فرحة في ذاتها إن هي متبرعة مع أنه الدكتور ما يعرفها يا شيخ طيب بعدين كده حست يعني برياء بس على طول رجعت كده واستغفرت الله سبحانه وتعالى بعد ما سوت الكلام هذا يا شيخ تقول لي أنا ما شعرت بأبدا بأي فرحة يعني فرحة إنه تبرعت وفرحة إنه الآدمية يعني إنه الحمد لله قامت بالسلامة والكلام هذا تقول لي أبدا ما فرحك بالفرحة هذه كأنه أحد يعرف إنه هي سوت كده فخلاص راحت الفرحة تماما يا شيخ طيب فتقول هل هذا من الرياء اللي صار في نفسها ولا هل هذا يعني من عمل الشيطان يا شيخ عشان يفتد لها فرحتها طيب يا ما طيب السؤال الثاني إنه هي كمان تسألني كيف يحصل الشخص على الأجر عند إساءة شخص آخر تاني له تبدأ أحصل على الأجر الكامل في الآخرة ما تبغى شيء في الدنيا ما تبغى ترد عليه ما تبغى تتكلم ولا شيء تقول لي أبغى أحصل على الأجر الكامل في الآخرة كيف يعني معبد الله كيف تحصل على الأجر من مقابل إيش يعني إساءة شخص آخر لها إذا أساء شخص آخر إليها يعني أيها هي ما تبقى ترد عليه ما تبقى ترد يعني إنه سبها وشتمها والكلام هذا هي ما تبقى ترد ولا تبقى توضح الحقيقة ولا تبقى تسوي شيء تقول خلاص هل أقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا حتى حسبي الله ما أقولها طيب يوم عبدالله أبشر شكرا لحزاك الله أهلا وسهلا من من تفضلي تسنيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سما حدثها السؤال يا شيخ تفضل أختي ستي مصاب إليها أسبوع يعني بتظلها نايمي فهذا أسبوع ما صلت الشو تعمل نايمة يعني باختيارها ولا نايمة بإغماء ولا تخدير ولا شيء لا نايمي مش كادر تقوم لكن تأخذ دوة ينومها لا لا كورونا مصاب كورونا مصاب كورونا لكن تكثر من النوم يعني من التعب من التعبي طيب يا تسنيم إن شاء الله عندك سؤال ثاني لا لا مرحب أختي أهل الله يعافيكي مرحبا فضل يوم سلطان السلام عليكم عليكم السلام سيقل سمحت إن إذا كان شقالة يعني غير مسلمة بس شالت مثلا المصحف من على الإستان شالته ورتبت مطبط يعني مكانه هل إلينا شيء ولا يعني يجوز اللي ما يجوز إن شاء الله السؤال الثاني التلقيح يعني تطعيم هذا اللقاح هل إلي مطبط أولا لا إن شاء الله شكرا على رئيس الله مرحبا مرحبا أم محمد نعم تفضل يا محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله من فضلك يا شيء حبيت نسأله على واحد سؤال إنسان توفي وكان يصوم ويتصدق لكن لم يكن من المصلين هو لم يلحد بها وإنما كان مقصرا إلى أن بلغ 71 سنة من عمره وتوصها الله هذه سعرين وكان له مبلغا في طنك ريباوي مدة طويلة إلى الزمن حوالي 30 سنة وهذا المبلغ كان يزيد وينقف لكن لا ندري كيف كان نصاب هذا المال علما أن هذا البنك كان يعطي فوائد على هذا المال سؤالي أولا كيف نتخلص من الفوائد التي لا ندري كم هي وكيف نمزكي هذا المال طيلة هذه الخنين لتبرئة ذنب المتوسط أم محمد علما نعم هل كان يصلي أحيانا هل صلى في آخر عمره؟ لا في آخر العمر لا وإنما في الستينات أو أواخر الخمسينات صلى حوالي السعر لكن متقطعة يعني ليسي متفيلة أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي الله أحيانا نعم يعلم أنه قلت ترك أولاد وبانيس بطالين لا يعملونهم بحاجة هذا المال لكن نحن نريد أن نقرق ذرمته طيب إذن للتذكير المبلغ يفوق المصاب وقص لك مرة يزيد ومرة ينقص نحن لم نعرف كم تركه في البنك ولكن لحد الآن لم نعرف المبلغ لا المبلغ هذا معروف لكن يفوق المصاب لهذا لا نعرف كيف نذكي عليه لكي نبرج بالمدى إن شاء الله يا محمد شكرا لك ربي حفظك وصيامه باك الله يبارك فيك أم عبد الله السلام عليكم الشيخ عليكم السلام رسول الله إذا ممكن عندي أربعة سئلة تفضل يا أختي الشغال الأول والتي قبل ما تتوفى تركت الصوم والصلاة مرّدت تركت الصوم والصلاة فما أدري إحنا أولادها يعني شنو علينا نسوي ليش تركتهم يا أم عبد الله طار عد ثلاثة قبول وقبل تعرف ما كان أكو أوعية ما كان أكو شي فعلى أساس تمرضت وعافت الصوم والصلاة وكانت حياتها كلها تصلي الحمد لله إي لا الحمد لله صلي وفرجت لك مرّة طيب بس بعد هاي ما أروف ما أروف كم سن ما أروف يعني اaco شنسوي احنا إذا ممكن طيب سواهل الثاني آآآآ آآآآ آآ آآآآ آآآ آآآ آآ آآآ آآ آآآ آآآآ آآ آ آآآ 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 ف أكرت بعدين بعدين آآآآ scor سجت السهو. يعني سويت صح له لا. لي انعطينا الكعب. ان شاء الله ام عبدالله. اسلام شكرا. انتي بقى شعاب الثالث انتي بقى رزق ثمن. فخليتها بألاغة على خاص انطيله الطيور. افتة ما ارف نفيتها افتة ما ارف المهن ما ارف كم يوم. انا جابة انطيله مياه ديتها نعفل. بس انا شنو فكرت انه انه الى ما انطيله مياه حذب بالزبالة. انطيله مياه حذب بالزبالة. انطيله مياه حذب بالزبالة. وهو كان معسن يعني. ان شاء الله يم عبدالله. اسلام. السؤال الاخير قد سترى اني سألت عن الاذان. يعني اعرف الاذان. احنا بالعراق كان يأثن يمنا خمس مرات يعني. اي. بس كان سؤالي انه كان الاذان بعيد الرشيل. ماذا اذاننا هذه لو كان يختلف. اي تذكرت سؤالك. انت اللي سألتي. نفس. قلت لك انا نفس الاذان بالضبط. ها. ها ما عرف. انا اسمعت انه قدت الاذان يعني. مالتنا. اللي احنا نأذنه يعني. لا. نفس الاذان اللي انا اذكر. اذكر سؤالك الآن ذكرته. ونجبت لك نفس الاذان. هذا هو الاذان اللي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شكرا. سهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. فضلي علي. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحب علي. الله يحظك عندي اربعة سرعة اذا اتكرمت. يلا على السريع. طيب. واضح السؤال يا شيخ. واضح. السؤال الثاني يا شيخ. هل الكفار من في زمننا اليوم من اليهود والنصارى او غيرهم هل يتبعون امة رسول صلى الله عليه وسلم. هل هم من امة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ام يتبعون امة موسى عليه السلام وعيسى. طيب. السؤال الثاني يا شيخ. هل الليلة في الشرع شرعا. هل يبدأ اليوم شرعا يبدأ من بعد المغرب. ام يبدأ من طبوع الفجر. طيب. السؤال الخير يا شيخ. هل يجب على اذا كان على الشخص اندف فقه وعلم يعني ويعرف كلام العلمة واختلافاته والراجح منها. هل يجب على انه يكون حافظ القرآن كاملا. ام لانه حافظ يعني معظم القرآن يكفي. طيب طيب. شكرا لك الشرع. اياك الله علي. اتفضل ام محمد. ام محمد. اتفضلي. سلام عليكم الشيخ. عليكم السلام رح تلاب. خير ونعم. لو سمحت يا شيخ تحت الهوى رقم. لو سمحت. طيب. طيب. عندنا الواتساب يا ام محمد. لو تأخذين الرقم افضل. ايه. ان شاء الله. يكون افضل. ابشري. مرحبا. مرحبا. من. ها. يلا. ام محمد من السعودية. ام محمد من السعودية. راحت. ها. يلا. 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 بارك الله في الجميع. بالامس عندي مجموعة اسئلة. طبعا ضاق الوقت عن الاجابة عليها الاخت زهرة من الجزائر. تسأل تقول هل يجوز الزواج من امرأة مجهولة النسب. ذكرت بان يعني هناك بنت اخذت من الملجأ ويعني ربيت تربية طيبة ومستقيمة ومتدينة. تقول عندي اخت معترضة على مثل هذا. تقول ما الحكم. زهرة بارك الله فيك هذه المسألة من المسائل التي ذكرها العلماء في ابواب الكفاءة في النكاح. فمن اهل العلم من يحصر الكفاءة في النكاح في الدين فقط. ومن اهل العلم من يوسع في ذلك. فيرونا بان الكفاءة تكون في الدين والنسب. وتكون ايضا في الصنعة والحرفة وتكون في المال. ولهم اشياء كثيرة. ومنهم من يجعل الكفاءة شرط من شروط الصحة. ومنهم من يجعل الكفاءة شرط من شروط الجواز عموما. الذي يظهر والله تعالى اعلم انه الراجح. ان الكفاءة في النسب ليست من شروط الصحة فلو أن رجلا أراد أن يقترن بامرأة مجهولة النسب لكن مرضية الدين والخلق لا حرج في ذلك من حيث العقد صحيح لكن إذا كان أهل الولد إذا كان أهل الزوج مثلا رفضوا هذا الشيء قالوا لأن هذا يجر علينا خلال ونقص لهم الحق في ذلك أن يعترضوا الكلام في مجهول النسب لذلك العلماء يجعلون الكفاءة في جانب المرأة بمعنى أهل المرأة يتضررون فإذا كان الرجل مجهول النسب أو الرجل غير مكافئ هذه يركز عليه الفقه أما الرجل إذا تزوج امرأة مثلا لا تكافئه طبعا في النسب في المنصب في المال مثلا قالوا هذا لا يضر هذا لا يضر إلا الدين والدين طبعا بالنسبة للمسلم يتزوج المسلمة وتزوج الكتابية أما العكس فالمرأة لا تتزوج غير المسلم بارك الله فيك عموما لو حصل الزواج لا يوجد شيء زهرا يعني الزواج يكون صحيح ولله الحمد ما دام أنها مرضية الدين والخلق وهذه امرأة ضحية يعني ليس يعني هي ضحية ضحية علاقة غير مشروعة هذا إذا تحدثنا على أنها مجهولة النسب بالمعنى اللي نفهمه بالمعنى اللي نفهم أما إذا كانت يتيمة أصلا معروفة النسب توفي والدها في حادث في حرب في شيء لا هذه أولى هذه اليتيمة أولى بأن تزوج وأن تحمى وتحفظ من غيرها بارك الله فيك يزن من فلسطين بارك الله فيه يسأل عن معنى اسم رفيف وحكم اسم رفيف يزن بارك الله فيك اسم رفيف اسم جميل وحلو وطيب التسمية به واسم رفيف حسب ما قرأت أنا في الكتب يعني يشير إلى معنى الخصب وحسن الأخلاق والجمال والخدمة يعني بمعنى شخصية محبوبة شخصية محبوبة فطيب يا يزن تقول للوالدة أن تسمي رفيف لأن عندنا احنا بنت حلوة جدا اسمها رفيف من بناتنا بارك الله فيك سفيان من الجزائر يقول أحيانا أنا لا أصلي في المسجد لأن عندي مرض سكري وضغط ويقول يعني الجهة الشرعية عندنا تقول بأن يعني اللي مبتلى بمثل هذه الأمراض ينبغي بل يجب لا يذهب إلى المسجد يقول سفيان أنا عمري 76 سنة سفيان بارك الله فيك وأمد الله في عمرك على طاعته ووفقنا الله وإياك لكل خير أخ الفاضل يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم يقول جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قاعدة الشريعة العظيمة التي لا تنخرم أن المشقة تجربة تيسير والإنسان إذا كان فيه مرض أو متوقع مرض إذا سعى في هذا الطريق فإن الشريعة ولله الحمد ترخص له ولذلك أخي الفاضل ما دام أنت عندك هذه الأمراض وأنت في هذه المرحلة السنية والجهات الشرعية تتفق مع التوجيهات الطبية على أن الرجل الذي في هذا السن لا يذهب إلى المسجد وذلك لخطورة الوباء وخطورة الجائحة وممكن يلتقط الكبير المريض بهذه الأمراض الفيروس أكثر أسرع من غيره فصلي في البيت الحمد لله أنت لك رخصة ولله الحمد والمن تصلي في بيتك حتى التراويح تصليها في بيتك بارك الله فيك ورضيه عنك وتقبل الله منك أبو خالد من السعودية يقول الوالد توفي وترك عقار وأموال الورثة الوالد يعني زوجته وأولاد تجاوزوا الخمسين من العمر يقول أبو خالد بأن الوالد تمنع من تقسيم التركة يقول أنا محتاج وبقية الإخوة متفقين مع الوالدة يقول هل لو أنني طالبت يكون عقوق أبو خالد بارك الله فيك يعني بالنسبة للحالة التي وصفتها الوالد توفي وترك أموال عقار ونقود وأنت لك الرغبة في القسمة وبقية إخوانك مع الوالد على أن المال لا يقسم لا شك بأن الوالدة مع الأولاد قد خالفوا أمر الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الله جل وعلا في كتاب العزيز فصل المواريث تفصيلا يعني لا لبس فيه ولذلك قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ما معنى هذا الكلام هل معنى هذا الكلام أن المال يحبس ما يعطى الذكر ولا يعطى تعطى الأنثى أم يقسم بينهم القسمة وجاءت آيات المواريث يعني بشكل موسع ومفصل وواضح والنبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذا أيضا ولذلك أي إنسان يمنع وارث حقه فهو ظالم أي إنسان يمنع وارث من الورث حقه فهو ظالم إلا أن يكون هناك سبب كأن يكون مثلا المال ما حصر بعد المال كثير وعند عقارات وعند أموال خارج الدولة التي تجمع بقي سنة سنتين كأن يكون المال عليه إشكالية مثلا قانونية نظامية عند المحكمة بقي هذا ليس باختيار الورثة كأن يكون هناك كساد في السوق مثلا الآن الأراضي مثلا ما تسوى شي البنايات ما تسوى شي وقال واصبروا حتى ترتبع ثم نبيع حتى لا يخسر الورثة ممكن أما قضية لا والله بس هذا تركت الشاي بالله يرحمه ولا أحد يقربها بأي حق بأي حق الآن يمنع الإنسان من حقه منذ أن توفي نصيب محفوظ هنا وما دام ما في سبب وما في عذر ما يجوز فأنت يا أخوي أبو خالد أنت أمام حقيقة مسألة حساسة جدا أنت واحد أمام مجموعة خاصة الوالدة ولذلك أخي الفاضل ممكن تسلك يعني المسالك الهادئة الطيبة تسمع الوالدة مثلا فتوى من المشايخ العلماء تطلب مثلا تقول مش رأيكم نجيب أحد العلماء يفهمنا هل هذا أنا مخطئ ولا مصيب بهالطريقة هذه أو تحاول أنك تقول والله أنا الآن مثلا إذا كان عليك قروض وعليك ديون تقول أنا أبغى أسد ديوني وقروضي ما حد يرضى أنه يعني واحد ما في والدة ترضى ولدها يبقى في القروض والديون مثلا وبهذه الطريقة أنا ما أنصاك أخي الفاضل أنك يعني تجعلها أزمة بينك وبين الوالدة لأن هذا ممكن يدخلك في العقوق في نهاية المطاف لأنه ما يفهمون هذا اللي أن تفهمه ولذلك أحاول أن تأتي الأمور بهدوء ومهم جدا أن يفهم البقية بأنه إذا كان والله واحد ما يبقى قسمة التركة هذا ما يعني أنه يستلب حق الآخرين هذا خلاص هو اللي ما يبغى احسبوا نصيب الولد الثاني وعطوا حقه وتسمعها وتطرب يعني المشايخ تطرب العلماء ما يرضون بالمشايخ والعلماء خلاص سماحة المفتي ولا أحد من العلماء يتصلون يقول والله عندنا كذا عندنا ولد واحد يبغى قسمة الميراث وشوفون إذا قالهم لا لا تطيعونه خلاص إذا قال طيعوه عطوا حقه ويحسبوا نصيبه ما يجوز لأحد أن يؤخر هذا الشيء لكن أنصحك بالوالدة خير ولا تغضبها وداريها وحاول قدر المستطاع أنك تقنعها بشكل هادي أم حسان من عجمان بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة تقول ما هو الفرق بين الوعد والعهد وإذا كان الوفاء صعب هل علي شيء أم حسان بارك الله فيك بالنسبة للفرق بين الوعد وبين العهد العهد طبعا هو ما يلزم وقوعه من الأمور التي هي مثل عهد الله ولقد عهدنا إلى آدم الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على ذرية آدم فهذا العهد الذي يلزم وقوعه وهو أمر قد يكون في الماضي بالنسبة للوعد هو ما ينشئه الإنسان ما ينشئه الإنسان ويلزم به نفسه يعني مثلا أنت تقولين لابنتك ولا لابنك سآتي لك بكذا هذا يسمى وعد ولو يسمى عهد العهد غيره العهد في الغالب هو متعلق بالذمة يبقى متعلق بالذمة مثلا عهد تقولين عهد علي أني ما أخبر بسرك مثلا تقولين هذا لواحدة هذا عهد وأيضا يكون فيه معنى الوعد هو حتى بعض العلم يقول العهد هو وعد فيه إلزام وعد فيه إلزام الوعد هو أن يعد الإنسان بشيء في المستقبل يلزم به نفسه طبعا جمهور الفقه يقولون الوعد لا يلزم بعض الفقه يقولون الوعد لازم وبعض الفقه يعني يفرق يقول إن كان يترتب عليه مفسدة عدم الوفاء به مفسدة وكذا فيلزم إن كان لا يترتب عليه مفسدة عدم الوفاء طبعا هذا يكون مسنون وليس وليس بواجب عموما إذا أنت تقولين والله أن يصعب علي الوفاء بالعهد لا يضرك في قول جمهور العلمة يعني وعدت ابنك والله أطلعكم مثلا للحديقة أو أسافر بكم مثلا وما استطعتي ما عليك ذنب في هذا ولله الحمد والمن أم حسان تقول أعطيت شخص مبلغ مالي للتجارة أخذ المال ورفض أن يرجعه تقول أنا حقيقة بدأت أدعو عليه يعني خايفة أني أنا أكثر من الدعوات عليه فتضره في الدنيا والآخر أخت أم حسان بارك الله فيك طبعا بالنسبة لك أنت الآن الصورة التي ذكرتها أنك أعطيت شخص مبلغ مالي للتجارة يعني اشتركتي معه في التجارة على أن يضارب في هذا المال ويعطيك ربح معين هو تقولين أقفل الهاتف وصار ما يرد على اتصالاتي وقال ما لك شيء عندي إذن هذا رجل ظالم حسب السؤال الذي أنت طرحتيه أنا ما أعرفك ولا أعرفه ولا يعني مطلع للقضية لكن إن شاء الله أنك صادقة إذن هذا ظالم والعياذ بالله والمال الذي أخذه سحت وحرام وهذا سيكون وقوده في النار نسأل الله العافية والسلام إن هو فعلا أخذ هذا المال بمثل هذه الطريقة واستولع عليه ويعني أقفل جميع الأبواب والطرق أمامك بحيث تصلين إليه أنت مظلومة ولذلك للمظلوم الحق الكامل في أن يدعو على من ظلمه له الحق الكامل قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وَبِعِزَّةِ لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ فأنت من حيث الجانب الشرعي لك الحق الكامل في الدعاء عليه يوميا ما أحد يستطيع يقولك لا ما يجوز تدعين عليه بكل ما تستطيعين لأنه ظلمك بشرط أن لا تتجاوز لا تتجاوز يعني أهم شيء تدعين عليه بحدود هذه المظلمة اللي ظلمك إياها تقولي والله أنا أريد أن أوكل أمري إلى الله عز وجل وأسأل الله تعالى أن يرزقني خير يعني مما ذهب من المال هذا شأنك أنت بارك الله فيك ورضي عنك عموما أنت لك الحق الكامل من الجانب الشرعي في الدعاء والاستمرار على ذلك وتقولي والله أنا أريد أن أكتفي بهذا لك الحق وأسأل الله عز وجل من فضله أم حسان تقول في بلدنا يعني قبران ملتصقان بمنزل جدي تقول يعني لم في الدخول والخروج نضطر الدوس على هذين القبرين تقول يعني هذه المقبرة قديمة جدا أم حسان بارك الله فيك طبعا أنا سألتك بالأمس قلت لك يعني ممكن المقبرة عمرها مئة سنة قلتي لاحتمال إذن هذه مقبرة اندرست اندرست وأهل العلم لهم كلام طويل في قضية المقبرة التي يحق الدفن فيها متى يعني بعد مدة كم من الزمن لهم كلام طويل يعني وبعضهم يرجعه إلى ما جرت العادة في أن يتحول الميت إلى التراب نسأل الله يرحم موت المسلمين ولذلك فيما يظهر لي مدام هذه المقبرة لها مئة سنة أو أكثر هذا أصبح طريق يعني هذا أصبح طريق لكن الاحتياط مطلوب مدام أن كان باب مقفل والآن فتحتوه مضطرين أو محتاجين تمرون أنا أفضل يعني عندكم عندكم الآن مسألتين ممكن تسلكون المسلك الأول تتواصلون مع الجهة الرسمية البلدية أو أي جهة لها إشراف على المقابر وتقول والله هذه المقبرة ملاصقة هذه المقبرة قديمة هذه المقبرة يعني اندرست القبور فيها من مئة سنة فهم يتصرفون وأخبروهم بأنكم أنتم متضررين لأنك تحتاجون إلى فتح الباب إذا والله رفضوا أنا أنصحكم بأن تقفلوا هذا الباب وتفتحوا باب آخر حتى لو كلفكم يعني كلفكم يعني مسافة أو شيء للوصول إلى ما تريدون هذا الذي أنصحكم به خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف وأنا أعتقد أنكم لو سعيتم في الأمر الأول ممكن أن الجهة الرسمية هذه يحتاجون إلى المقابر أحيانا يحتاجون أنتم تقولين والله الأرض سخرية وقوية حسب ما يعني تذكرت من كلامك هذه اختصاص الدولة اختصاص البلدية هي اللي تأتي تحفر وتنقل إن كان بقي عظام تنقلها إلى قبر أخرى وتستفيد من هذه المقبرة يعني تدفن فيها من جديد أو أنها تجعلها وقف آخر مثلا ينتفع به أم حسان تقول يعني إذا ترك المستأجر رفوف وجاء شخص آخر واستأجر هذا المكان هل له الحق في أن يأخذ الرفوف أخت محسان بارك الله فيك بالنسبة للمستأجر إذا ترك أغراضا ودلت القرائن على أنه استغنى عنها وتركها ما في بأس لصاحب العقار أن يأخذها وإذا صاحب العقار لا يريدها مثلا جاء مستأجر آخر فله الحق لأن هذا ليست من اللقطة لا صاحبها معروف وإنما هذه سيبها تركها استغنى عنها مثل يعني ما جاء في الحديث البعير في السفر إذا مثلا مرض أو كسر أو كذا قال يسيب يترك يعني ومن وجده أخذه من وجده أخذه لذلك بعض المستأجرين الآن يترك بعض الأغراض القديمة يقول أنا أشبغى فيها لو أخذتها كلفتني كذا وكلفتني وهو يأثث جديد أو مثلا صاحب دكان أو مستودع يأتي بأرفف جديدة فهو تركها هكذا لكن في خطوة أولى أنه يسأل يقال لأنت تركت عفوف أنت ناسيها ولا متعمد سيقول أنا متعمد وخذوها بهذا أفضل يعني حتى يطمئن الإنسان أم حسان تقول عندي وديعة في مصرف إسلامي والمصرف يطلب طبعا مني الدخول في مرابحة لكن يقول لي بأنه لا يخسر يعني صاحب المال لا يخسر أختي أم حسان بارك الله فيك من حيث المضاربة نعقد الإجماع على مشروعية المضاربة إذا اتفقت مع الشروط الشرعية والمضاربة الآن الموجودة مدام أن النشاط النشاط التجاري مباح فهي سليم ولله الحمد أما قضية اشتراط رب المال رأس ماله هذا غير صحيح يعني هو الآن أصلا التجارة فيها مخاطرة التجارة فيها مخاطرة فلما يأتي صاحب رب المال يقول والله أشترط بأن رأس مالي يرجع إليه هذا شرط باطل عند أهل العلم هذا شرط باطل عند أهل العلم ولذلك الربح والخسارة على رأس المال الربح والخسارة على رأس المال عموما يعني أنت تحاولين أن تراجع المصرف وتشوفين إيش الشروط اللي عندهم من جديد وتخبرينهم بهذا الشرط أم حسان تقول الوالدة حلفت إذا وجدت يعني شيء يخص الوالد إنما تعطيه إياه فقالت بأن الوالد حلف اترجع أو تخرج من البيت تقول رجعتها الوالدة هل عليها شيء نعم عليها الكفارة كفارة اليمين هي حلفت بالله العظيم إذا وجدت هذا الشيء إنما تعطيه زوجها الآن وجدته زوجها قال إن وجدتيه وما أعطيتني إياه ستخرجيه من البيت فاضطرت الآن أعطت هي عليها كفارة تعمين إطعام عشرة مساكن إذا ما كان عندها قدرة مالية على الإطعام تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام محمد من الجزائر بارك الله فيه يقول عندي أخ في البيت لديه وسواس شديد وتخيلات وتهيئات ويقول كل شيء سحر ولا يأكل لمدة أيام ويرفض المعالجة والرقية ملعاما محمد بارك الله فيك واضح بأن أخاك لديه مرض نفسي لديه عقدة نفسية لديه يعني مبتلى مبتلى ولذلك من المهم جدا إقناعه بالرقية إقناعه بالمعالجة ضروري جدا حتى ولو كان بإجباره يعني إذا كان يرفض ممكن أن يجبر لأن هذا في مصلحته ولا يعرف الآن مصلحته ولا يدرك ما هو فيه الآن ولذلك من المهم أن يعني تخرجوا من هذا الأمر وذلك ولو تطلب الأمر إجباره على ذلك والإتيام بالعلماء والمشايخ الرقاة الشرعيين يرقون مثلا أو الذهاب به إلى المستشفى محمد أيضا يقول أبي توفي وكان يعمل في الخارج ويرسل مبالغ مالية إلى الوالدة والوالدة تحفظها وتخرج الزكاة من دون إذنه ما العمل محمد بارك الله فيك إذا كان الوالد قد وكل الوالدة بحفظ هذا المال وكلها بحفظ هذا المال فإن من حفظ المال إخراج الزكاة فإن من حفظ المال إخراج الزكاة والوالدة قامت بهذا الحمد الله خرجت الزكاة بطريقتها الشرعية ولله الحمد والمن أما إذا كانت الوالدة تقول لا زوجها الذي هو والدك يرفض يقولها لا تخرجينا الزكاة وأنت ما ذكرت هذا لكن أفترض لا هنا هذه مشكلة تحمل الوالد وزرى هذا الأمر والآن هل تخرجون أم لا الجواب الراجح منكم لا تخرجون يكفي ما أخرجته الوالدة لكن هو يحاسب على عدم النية يحاسب على عدم النية وتقتسمون هذا المال فيما بينكم أم عبدالله من السعودية تقول يعني فيه أخت تبرعت بمبلغ لصديقتها علشان عملية تجري عملية تقول أصابها العجب يعني والرياء وشيء من هذا القبيل خاصة لما يعني رأت الطبيب وعطت المبلغ وشيء بعدين تقول بأنها رجعت واستغفرت وتقول بعد ذلك ما أشعر بأي فرحة يعني مما يتعلق بهذه العملية أم عبدالله بارك الله فيكي طبعا بالنسبة للرياء هذا ليس من الرياء الرياء هو أن يتحدث الناس بعمله يتحدث الإنسان بعمله أو يسمع مثلا يعني يظهر العمل أمام الناس حتى يثنون عليه هذا يسمع رياء أو يسمع ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه الأخت أصابها عجب في أول الأمر ثم استغفرت واستغفار هذا يمحو هذه الخطيئة أو هذا الذنب مدام أنها قاتت أستغفر الله يكفي هذا يمكن قضية كونها الآن ما شعرت بذلك لأنها مرت بهذه الحالة حالة العجب وكذا ما شعرت بطعم لكن هذا لا يضرها إن شاء الله مدام أن استغفرت وأنابت والحمد لله ما أظهرت هذا للخلق والناس فتستغفر الله وتسأل الله عز وجل أن يتقبل منها أم عبد الله أيضا من؟ يلا تفضل يا أم نار أم نار من السعودية ها؟ تفضل يا أختي تفضل طيب طاحت طيب أم عبد الله أيضا تقول كيف يحصل الإنسان على الأجر إذا مثلا شخص أساء إليه شخص أساء إليه يقول هو لا يريد أن يرد عليه ولا أن يدافع عن نفسه ويريد أن يحصل على أجر عظيم هل هذا ممكن؟ الجواب نعم الجواب نعم الإنسان الذي طبعا أولا أي إنسان ظلم يجوز أن يرد المظلمة أي إنسان أسيئ إليه يجوز أن يرد الإساءة بمثلها قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به يعني شخص مثلا سب آخر قال له يا غبي يجوز يقول له أنت الغبي مثلا يجوز يقول له أنت الغبي لكن إذا قال أنت الغبي وحيوان لا أصبح ظالم الآن تعدى تجاوز وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي ما عاقبتم به واضح؟ طيب شخص يقول له والله أنا شو أسمع السب وأسمع الظلم كذا لكن أبغى أوكل أمري إلى الله أقول حسبي الله ونعم الوكل هذه رتبة عظيمة هذا خلق الأنبياء من يقوى على هذا يا أختي؟ من يقوى عليه هنيئا له هو قادر على أن يأخذ حقه بلسانة ولا بيده ولا بطرق القانونية والشرعية ثم يقول والله وكلت أمري إلى الله هذه مرتبة عظيمة جدا هذا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحصل على الأجر العظيم والثواب الجزيل مع نصر الله له الله بينصر بإذن الله هو مثل هذه الحال بارك الله فيك يلا يم فيصل سلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله أعطيك الصحة والعافية يا فيكي الشيخ أنا أصلي الأسر أربع ركعات قبل كل مرة كل مرة لكن في الناس قالوا لي لا لا تصلي هاي يقصد مجاتل طرد تفرضينها أنا متوعظة أصليها ولا هؤلاء ما أصلي تصلي ركعتين ركعتين ولا أربع جميع لا ركعتين ركعتين قبل العصر إن شاء الله يم فيصل إن شاء الله يم فيصل إن شاء الله يم فيصل عافيك الصحة والعافية شكرا عافيك مرحبا فضلي أمت الله السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله عندي بعض سئلات يا شيخ فضلي السؤال الأول يا شيخ أنا رأي نصاي مشعبان ومتمنيا نكمل الشهر كله أي وأنا مداري نصوم أنا موالفة نصوم الاثنين والخميس ونظن العيد يكون الغمضاني يكون الثلاثة هل نصوم الاثنين ولا لا نصومش إن شاء الله والسؤال تاني يا شيخ المعلمة على القرآن هل يجوز نعطيها هادية إن شاء الله والسؤال الثالث هل صوت المرأة عورة والآخر يا شيخ أنا أختي دفعت فلوس وأنا نديت بالفلوس دفعت لهم هي الفلوس لهم وأنا نديتهم للعمرة بفلوسهم شكون اللي عندها هل الأزر اللي دفعتهم ولا اللي دفعت الفلوس يعني كيف أنت وديتهم وهي دفعت فلوس هي دفعت الفلوس وأنا اللي بديتهم هم مقبار والأب عندها سعين عام والأم ثمانين عام وغبنوني وكل شكولي عندها الأزر أنت رحت معاهم يعني بس وأنا دفعتهم أنا دفعتهم هم مقبار في العمر أنت وديتيهم يعني نعم طيب أنا نقول لها أنا اللي بديت واني شكرا يا شيخ أيوة أنا نقول لها أنت لديتي الأزر كتر لخطف هي فلوسها وهي تقول لي أنت لديتي الأزر كتر لخطف أنت روحتي معاهم وأبنوك طيب طيب يا أخت الفاضنا شكرا يا شيخ صند الصحة يا شيخ أهلا وسهلا يلا أبو سامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم والسلام ورحمة الله شوانك شيخنا العزيز طيب إن شاء الله أهلا وسهلا أبو سامي الله يحفظك إن شاء الله منور الشاشة أوجودك تزاك الله خير حبيبي الله سالمك في سنة من سنة أني رحت إلى الأمرة أي فكت الطيارة معي ولدي في الطيارة ونشأني أن نحرم من الطائرة أي فمحرمنا من الطائرة على أساس أن نحولنا من الطائرة في المطار طبعا حصلنا تكسيك دي قلنا لا ترى محرم نحن فودينا ما محل شاء عاش أم المؤمنين ما شاء يعرحت المدينة أنتم أي مدينة أيوة مدينة ولا مكة ولا مكة لا رحنا المكة رحنا مكة رحنا التنعيم يعني أيوة ني في مسجر هنا في الشارع بالدركة نعم 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 فدخلنا هناك وتسبحنا وبدلنا ولبسنا وتعمرنا ولبسنا الحرام مدينة ولا مدينة ولا مدينة واحد طيب عاش أعني السابق أعطي أنني أصلا عيار أختي عيار أختي الله سالمك من الزعلين ويا أمهم ممتاتر على سبة سبة بسيطا بين بتوشيب ويا البنات ويا البنات وقامت الأم وطلعت من البيت وخذت بيتها هي ويا بناتها وعندها عيال خمسة طيام الآن موت حوتية من خمساتهم حاولوا وياها يروحون لها البيت تترجم وعندها ولد الكبير يعني ما يدحفه صار نعب صاحي من قد يحاول أن يروح لها وهي ترفضه طيب السبب المشكلة إيش هي يا أبو سامي المشكلة أنه عندها بنت خل يايب اللباس غلط جاية إيش يايب اللباس غلط لابس اللباس غلط فقامت بتروح على البقالة شاف اللباس يعني نوع المكرديوب قال لي ما سير حرام طعيم منيط لبغادة طوّلت لسان وطقوها طقوا أمهم؟ لا طيب السبب المشكلة ترفضه الأم مردت ها ما نردت قال لي ما سير ترفضه لهم لأنه لباس غلط لابس لباس نصر نوع مرد اللباس ترتوح البقالة وهي مرهة كبيرة فالأم وإخوات وإخوات العيال حطوا يدهم في يد الأم ووطلعوا من البيت قالوا بس احنا منطلع بتحكمهم فيه ان الأخوان احنا منطلعهم أمهم منطلعوا من البيت لحد الأن هم طلعوا وخلوا شقة برعة والبيت ما شاء الله عود كاملهم يا بوسامك المشكلة كاملها والله حين يمكن فوق خمس سنوات لا إله إلا الله ولا تحكيهم والإدعيال حاولون أن يذهب يعني قلوهم رجع البيت البيت اللي انت هنهديتني ما فيه احد نحن منحضل لك وإدعي فيه طيب يا بوسامي أبشر يا بوسامي واضح لدي بعض سؤال ثالث يلا سؤال ثالث الله سلم كتاول لعمرك عقد الزواج زواج بس غير توثيق غير موثق في المحكمة إنما بعلم الأهل بعلم الأهل بعلم والي الأمر هل هو حرام أو له طريقة ثانية إن شاء الله يا بوسامي وليك مرحبا مرحبا طيب نكتفي نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع طيب عندي تسنيم من فلسطين بارك الله فيها تسأل تقول بأن جدتها مصابة بكورونا وتبقى نائمة ولا تستطيع الصلاة ما الحكم تسنيم بارك الله فيك وشف الله الجد وعافاها وكتب أجرها عموما إذا كان النوم بغير اختيارها تنام بسبب الأدوية تنام بسبب شدة المرض اللي عليها معذورة هذه فإن ليس في النوم تفريط لكن إذا استيقظت كلولها تصلي وتصلي على الحال اللي تستطيع ما يلزم أنها تقوم إذا كانت تستطيع القيام تصلي قائمة إذا كانت ما تستطيع أن تصلي قائمة تصلي قاعدة إذا كانت ما تستطيع أن تصلي قاعدة تصلي على جنب أو على ظهرها تجعل رجليها إلى جهة القبلة وترفعوا الراسة شوي في المخدة وتقول الله أكبر وهي على ظهرها وإذا كان على جنبها تجعل تنام على جنبها الأيمن وتجعل وجهها إلى القبلة وتصلي الصلاة ما تترك قولي لجدتك الصلاة ما تترك حتى وهي وجبوا لها الوضوع عندها يعني عند فراشها إذا ما استطعت تذهب إلى المغسى التي تتوضى جبوا الوضوع عندها بارك الله فيك وقل لي لأهم شيء أنها تصلي وبعدين إذا غلبها النوم النوم ما في تفريط وتقضي الشيء اللي فاته أم سلطان من أبوظبي يعني تقول بأن يعني الشغال عندنا غير مسلم أحيانا تنظف وتشيل المصحف تقول من مكانه وتنظف اللي تحته وبعدين يعني ترجع المصحف تقول هل هذا جاز أم سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لغير المسلم ما ينبغي أن يلمس المصحف بل لا يجوز لا يجوز لغير المسلم أن يلمس المصحف ولذلك قولي لها بأن هذا المصحف لا تقربه فأنت يام سلطان تنظفين المنطقة هذه أو حد بناتك مثلا أو إذا جاءت تنظف تقول لي صبري تشيلين أنت المصحف تحطينه في مكان أو تشيلون المصحف من هذا المكان بالكلية مدام أنه يتعرض للمس الخادمة بارك الله فيك هذا كتاب الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالمصحف إلى بلاد العدو لماذا؟ لخشة أن يمتهن القرآن بمثل هذه الطريق أم سلطان تسأل عن لقاح كورونا تقول هل يفطر الصائم؟ الجواب لا بالنسبة لمن أراد أن يتعاطى ويتناول لقاح كورونا في رمضان إذا كان عنده موعد في النهار يجوز ما في بأس ولا يشك في هذا أبدا ولا يتردد يأخذه وصوم الصحيح ولله الحمد والمن أم محمد من الجزائر تقول فيه شخص توفي وتوفي كان يعني يصوم لا يصوم ولا نعم تقول يصوم ويتصدق و إلى أن بلغ واحد وسبعين سنة توفاه الله عز وجل تقول يعني كان يترك الصلاة صلى تقريبا في عمر الستين ثم ثم ترك نسأل الله العافية والسلامة تقول خلف أيضا مبلغ مالي في بنك ربوي منذ ثلاثين سنة يزيد وينقص تقول كيف نعمل بهذا المال وكيف نتصرف في هذا المبالغ الموجودة أختي محمد بارك الله فيك بالنسبة للإنسان الذي يصوم ويتصدق ولا يصلي هذا محل خلاف عند أهل العلم من حيث الحكم الشرعي فجمهور الفقه يذهبون إلى أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصمته ولذلك يبقى مسلما فإن هذه الكلمة تعصمه ويجرى عليه أحكام الإسلام صحيح يعني يكفر إذا ترك الصلاة لكن الكفر العملي وليس الكفر الناقل عن ملة الإسلام لأن النص جاء بالتعبير بالكفر وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الكفر العملي القول الثاني قالوا لا تارك الصلاة حتى ولو كان متساهلا متكاسلا ومقرا بها فإنه يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام ويستدل لذلك بنصوص القرآن والسنة ولجواب مطول في هذا البرنامج وفي غيره حول مسألة تارك الصلاة خطورة ترك الصلاة ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك يعني بالنسبة لما تركه من أيام الرمضان تقولين يعني بأنه مثلا ترك شيء من رمضان لا تصومون عنه لا تصومون عنه مسألة المال الموجود الآن إذا فعلا أنتم تستطيعون التمييز بين رأس ماله وبين الفوائد الربوية تفصلون الفوائد الربوية عن رأس المال الذي كان يدخل في هذا الحساب باستمرار والآن سهل الحصول عليه ممكن تطلبون كشف من المصرف يعطيكم بالذي أدخله وبالنسبة للفوائد الربوية تعزلونه وتتخلصون منها تتخلصون منها ورأس المال للورثة حق للورثة هذا لأنه ما يتصور أن هذا المال كله من الربا يمكن يشتغل هو من خائفه يشتغل ويضع في الحساب وبفوائد فالفوائد يعزلوها ورأس المال تقاسموه أما إذا كنتم تقوموا ما نعرف والمصرف ما عطانا ممكن تجتهدون تجتهدون تخرجون الشيء الذي تطمئن إليه نفوسكم بأن هذا من الربا وتتقاسمون الباقي بارك الله فيكم طبعا أنت يا أم محمد من الجزائر قضية الزكاة كيف يزكي هذا المال ما يزكي خلاص هذا حق للورثة هذا حق للورثة بارك الله فيك منذ أن توفي حق تأخذون رأس المال للحلال والفوائد تخرجونها والزكاة يعني أنتم غير مسؤولين عنها وغير مخاطبين بها هو المخاطب كان الواجب عليه أن يخرجها في حياة أم عبد الله من بريطانيا تقول والدتها قبل الوفاة تركت الصلاة والصوم بسبب أنه كان عندها سلس بول أم عبد الله بارك الله فيك أسأل الله تعالى أن يغفر للوالدة وأن يرحمها وأن يتجاوز عنها واضح من سؤالك بأنها كانت تجهل الحكم الشرعي وأكيد مثل ما ذكرت بأنه في زمانها لم يكن مثل هذا العلم ومثل هذه المعرفة فنرجو الله أن تكون معذورة بهذا الجهل وإلا الإنسان لا يترك الصلاة على أي حال على أي حال الصلاة لا تترك لا في حال الصحة ولا في حال المرض ولا في حال السلم ولا في حال الحرب ولا في حال فقد الطهارة كلها الصلاة لا تترك على أي حال لا في السفر ولا في الحضر ولا في أي حال الصلاة يعني مع الإنسان طوال حياته ما دام العقل موجود والنفس يتردد الصلاة معه لكن يظهر أن جتها شبهة الشبهة هذه أنه ما دام عندها سلس بول تعتقد بأنه خلاص تنجست ولذلك ما تصلي وطبعا هذا فهم غلط نحن وضحنا كثير بأن المصاب بسلس بول أو استطلاق ريح هؤلاء يطلق عليهم العلماء أصحاب الأعذار إذا جاء ويريد أن يصلي يتوضأ ويدخل الصلاة حتى لو خرج منه النجاسة أو انتقب بالريح لأنه عنده استطلاق صلاة صحيحة ولله الحمد لأن هذا ليس باختياره وليس بإرادته والله جل وعلا قلت فاتقوا الله ما استطعتم عموما استغفروا للوالدة ترحموا عليها تصدقوا عنها وإن شاء الله أنها معذورة مدام أنها عاشت في بيئة جاهلة وعندها الشبهة هذه ما عرفت كيف تتخلص منها أم عبد الله تقول كنت أصلي الوتر ولما ركعت تذكرت بأني ما جبت دعاء القنوة تقول قمت وجبت دعاء القنوة وركعت مرة ثانية وبعدين سجلت للسهو ما حكم ذلك يا أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك أخطأتي خطأ كبير حينما تركتي الركن لتدرك شيء مستحب العلم يقول ليس بسنة دائمة مستحب يفعل أحيانا إذا كان المصلي لا يجوز له أن يرجع من الركن إلى الواجب إلى الواجب يعني ترك مثلا تشهد الأول وتشهد الأول واجب فالراجع من أقوال أهل العلم وتلبس بالركعة الثالثة ما يرجع إذا تذكره معنى واجب كيف هذا أمر مستحب والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواضب على دعاء القنوة يقنط أحيانا ويترك يعني الغالب يترك صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك اخت الفاضلة وبعدين جبتي الركن مرة ثانية يعني ركعتي مرتين زدتي في الصلاة عموما الحمد لله أنه كان في الوتر وسنة وما كان في الفريضة ومستقبل أن تنتبهين ما ترجعين ولو نسيت لو تعمدت ترك دعاء القنوة ما عليك شيء لو تعمدت ترك دعاء القنوة صلاتك صحيحة بل بعض العلم يقول هذه السنة أن يفعل يأتي بدعاء القنوة أحيانا ويترك أحيانا أخرى أم عبد الله تقول يعني عندي رز خليت علشان أعطيه للطيور في علاقة وتركته ونسيته تقول تعفن وبعدين قلت يعني أنا مخير الآن إما يروح للقمامة ولا أعطيه الطيور أعطيت الطيور هل علي شيء ما عليك شيء أخت الفاضلة يجوز إطعام الطيور للأشياء المعفنة يجوز إطعام الطيور للأشياء التي انتهت صلاحيتها لأن يعني هذه الطيور والحيوانات هذه ليست مثل البشر في قضية يعني التأثر في بعض الأشياء الطير يأكل ما يجد الطير لا يميز أصلا الله عز وجل يرزق الطير والبهام حتى يجدون أشياء متعفنة منتهية منتهية الصلاحية مثلا ويأكلون ما يضر ما عليك شيء ولله الحمد والمن علي من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول كيف الجمع بين قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبين شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طال أخي علي بارك الله فيك أولا بالنسبة للشفاعة يوم القيامة لا تتحقق إلا بشرطين الأول رضى الله عن المشفوع قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والثاني إذنه للشافع قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا بد من تحقق هذه الشرطين رضى الله عن المشفوع أن يرضى عنه وإذنه للشافع وإذنه للشافع أما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب فإن أهل العلم جميعهم يقولون خاصة هذه شفاعة خاصة يعني مستثنى مستثنى فأبو طالب لم يرضى الله عنه لأنه في النار وعياذه بالله لكن الله جل وعلا أكرم نبيه بشفاعة خاصة لعمه لأنه له يعني جهد كبير في حماية النبي عليه الصلاة والسلام وفي حماية الدعوة لكن هذا كله ما نفعه لأنه لم يقل لا إله إلا الله قال إنما قال هو على ملة عبد المطلب هذا الذي أوجب له النار نسأل الله العافية والسلام ولذلك هذه شفاعة خاصة مستثنى من الشرطين اللي ذكرتهم قبل قليل وهي عليها نصوص القرآن والسنة علي يسأل يقول بالنسبة لغير المسلمين الآن هل هم يعتبرون من أمة الرسول أو من أمة موسى وعيسى علي بارك الله فيك بالنسبة للأمم تتبع أقوامها يعني في كل عصر فيه نبي هذا النبي له أمة الأمة تتبع هذا النبي ولذلك في حديث الحديث العظيم السبعون ألف الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يقول النبي عليه الصلاة إذ عرض علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقالوا هذا موسى وقومه وأيضا يوم القيامة كل نبي يستشهد أمته فلا يشهدون فتأتي أمة محمد عليه الصلاة والسلام فتشهد للأنبياء لكن طبعا الواجب على جميع الناس أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى جعله خاتم المرسلين وأيضا أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء لئن بعث ليؤمنون به ولا يكونون من أتباعه والتعبير يمكن لعلك تقصد أمة الدعوة أمة الإجابة أمة الإجابة هم المسلمين أمة الدعوة هم غير المسلمين للدعوة متجهة إليهم هذا هو المعنى علي يسأل عن الليلة يقول في الشرع متى تبدأ من المغرب أو من طلوع الفجر أخي الفاضل الليلة تبدأ من غروب الشمس الليلة أو اليوم عموما يبدأ من غروب الشمس نحن الخميس اليوم إذا غربت شمس هذا اليوم نقول بدأ يوم الجمعة بدأ يوم الجمعة إذا غربت الشمس يقول نبدأ الآن بدأ يوم الجمعة هذه ليلة الجمعة اللي يسن فيها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي يسن فيها قراءة سورة الكهف مثلا لذلك الآن يخطئ بعض الناس لما يذكر موعد مثلا يقول يقول ليلة يقول مثلا ليلة الخميس لا ليلة الخميس الفائتة البارح هذه ليلة الخميس لما تغرب شمس اليوم ستكون ليلة الجمعة علي يسأل يقول هل على الشخص اللي عندها فقه وعلم يكون حافظ للقرآن أم يكفي بما يعني بما يستطيع علي بارك الله فيك بالنسبة لحفظ القرآن سنة وليس بفريضة لكن طالب العلم لا بد أن يحفظ يعني يتأكد في حقه حفظ القرآن فإن لم يمكن فلا على أقل فعلى أقل تقدير أن يحفظ آيات الأحكام آيات الأحكام الواردة في القرآن هذا من المهم جدا أن يحفظها فإن لم يحفظها يستحضرها لكن لا يلزم العالم بأن يكون حافظ القرآن وإنما يتأكد في حقه أم فيصل من الكويت تقول أنا أصلي قبل العصر أربع ركعات قالوا لي لا تصلين صلي أم فيصل واضبي على ركعات الأربع وتركي كلامهم فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم اللهم رأى أن صلى قبل العصر أربعا فإذا أذن العصر وتوضيتي صلي ركعتين ركعتين وبعدين صلي صلاة العصر ولله الحمد والمن أم فيصل من الكويت تقول رحت أنا وبنت أختي نتغدى بره تقول لها حلفت أني أنا أدفع وهي تقول غلبتني راحت ودفعت الكفارة على من عليك يا أم فيصل عليك يا أم فيصل لا تحلفين مرتاني اترك الحل لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم أمت الله من الجزائر تقول يعني أنا صايمة شعبان وأريد أن أصوم الشهر كله احتمال أن رمضان أول يوم يكون الثلاث احتمال يوم الاثنين تقول أنا معتادة على الصيام وممكن أصومه ممكن ممكن تصومين لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة مدام أنت معتادة يجوز بارك الله فيك أمت الله من الجزاء خلاص الله المستعن أختي أمت الله سامحيني والله الوقت خلاص ما نستطيع خاصة عندنا أبو سامي ونعم الله المستعن عموما الموعد يوم ملاحظ القادم لأن غدا عندنا حلقة حول الأسئلة لأسئلة الواتس أب وأيضا يوم السبت بإذن الله جل وعلا إن شاء الله يوم الأحهد القادم ألتقيكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر